السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلاميدي الأعساء مرحبا بكم معي مجددا اليوم سنشتغل على التطبيقات الكتابية صفحة 78 كتاب المفيد في اللغة العربية للمستوى الثالث افتدائي إذن أصرف الفعلين سمع وترك حسب الضميرين والأزمينة إذن هنا لدينا ضميرين أنت وأنتما والأزمينة الماضي المضارع والأمر إذن الماضي وأمس شي حاجة يعني واحد الزمن الذي وله وانتهى المضارع يعني الآن في الزمن يعني في الوقت الذي نتكلم فيه والأمر يعني عندما نأمر شخصا بفعل شيء إذن الأمر نأمره أو يعني نطلب منه إذن أنت سمعت تركت في الماضي في المضارع أنت تسمع تترك وفي الأمر اسمع أترك إذن هنصرف هذا الفعلين هذا مع أنت أنت في الماضي أنت سمعت أنت سمعت وتركت وتركت ترك في الماضي سمعت تركت في المضارع أنت تسمعين 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 أنت تسمعين وأنت تتركين تتركين وفي الأمر اسمعي 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 أتركي 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 أنت سمعت تركت تسمعين تتركين اسمعي أتركي أنتما يعني المثنى أنتما في الماضي سمعتما سمعتما وتركتما تركتما وفي المضارع أنتما تسمعاني أنتما تسمعاني وتتركاني تتركاني من نسبة للأمر أنتما اسمعا اسمعا وأتركا هذه الضم أتركا إذن أنتما سمعتما تركتما تسمعاني تتركاني اسمعا أتركا إذن نمر لسؤال ثاني أحول أيتها الحمامة انطلقي نحو الطفلة إذن هنا أيها العصفور شونا نقول الفعل انطلق إذن العصفور مذكر هنا الحمامة مؤنت انطلقي العصفور مذكر سنقول له انطلق أيها العصفور انطلق نحو الطفلة انطلق نحو الطفلة أشكركم لأنكم أنقذتم حياتي لأنكما إذن هنا لدينا ألف الاثنين إذن هنا سنصرف الفعل أو سنخطب المثنع إذن شخصين لأنكما إذن أشكركما أنخطب المتنع أشكركما أشكركما لأنكما الفعل أنقذتما حياتي فعل نحو الطفلة مع المتنع أنقذتما حياتي أشكركما لأنكما أنقذتما حياتي كانت الطفلة ترتجف من البرد إذن المتنع كانت الطفلتان ترتجفان من البرد ترتجفان من البرد أيها الخروف امنحني صوفا لأصنع ثوبا أيتها النعجة نقول أيتها النعجة امنحيني صوفا لأصنع ثوبا ام إذن أيتها النعجة امنحيني صوفا لأصنع ثوبا إذن تمرين الموالي أرتب وأركب جملا تبتدئ بأفعال إذن هنا عندنا القرية صارت سعيدة إذن نبدأ بالناصخ صارت قرية سعيدة ناصخ الفعلي صارت القرية سعيدة صارت القرية سعيدة مرويا الزرع بات أيضا بات بات الزرع مرويا بات بات الزرع مرويا ظل متساقطا المطار ظل المطار متساقطا ظل المطار متساقطا إذن ناصخ الفعلية وعدنا يعني اسمها مرفوع وخبرها منصوب كذلك الزرع مرويا المطار متساقطا أحول مثل حافظ يحافظ محافظ محافظة إذن شارك ماذا سنقول حافظ يحافظ شارك يشارك يشارك محافظ مشارك مشارك محافظة مشاركة مشاركة شارك يشارك مشارك مشاركة وبهذا نكون قد أنهينا حصة اليوم المتعلقة بالتطبيقات الكتابية شكرا لكم وإلى اللقاء